بيت في خطر كان السيد علال يسكن في قرية صغيرة مع زوجته شامة وطفلهما كان البيت مليئا بأشياء كثيرة مبعترة على الأرض الأحدية مرمية هنا وهناك والملابس مشتتة فوق الأفرشة وأدوات المطبخ تملأ المكان صباحا ومساء والدجاجات تتنقل ما بين الخم والغرفة حتى إنها أحيانا كانت طبيض وراء باب البيت كان ابنهما الصغير يعبت بكل ما يصادفه أمامه نبه الجيران السيد علال مرات عديدة لكنه لم يكن يكترث لما يقولون بل كان يضحك بصوت قوي وكانت زوجته تضحك لضحكاته كان كل من زار هذا البيت يخرج منه متدمرا ومنزعجا فمنهم من كان يجرؤ على إبداء النصيحة ومنهم من كان يكتم غيطه وينصرف متأففا وفي يوم من الأيام بينما كان الطفل الصغير يلعب بولاعة وجدها قبالته شبة النار وفجأة على صوت من داخل المنزل وبدأنا نسمع صراخا اختلط فيه بقاء الطفل مع قوقعة الدجاجات صرخت نار نار وهرعت نحو المنزل وانتزعت الصغير من ألسنة النار من حسن الحظ لم يصب الطفل بأذى بينما كان الجيران يتعاون على إطفاء النيران حضر رجال المطاف قلت للسيد علال وزوجتي كم مرة طلبت منكما أن تصنع خزانة ترتب على رفوفها قنينات الغاز والولاعة والآلات الحادة وكل ما يمكن أن يؤذي طفلكما وقالت الجارة فاطمة يا شامة حمدا لله على سلامة طفلك لكن من الآن لا تترك الأشياء الخطيرة في متناول طفلك فمن الممكن أن يعرض طفلك نفسه للجرح وهو يتناول آلة حادة أو يتسمم بأكل ما يلتقطه من الأرض أجابت شامة متأسفة نحمد الله على سلامة ابننا لكن علينا من الآن فصاعدا أن نعمل على وقايته من المخاطر وتجني ببيتنا مثل هذه الحوادث كان السيد علال يسكن في قرية صغيرة مع زوجته شامة وطفلهما كان البيت مليئا بأشياء كثيرة مبعترة على الأرض الأحدية مرمية هنا وهناك والملابس مشتتة فوق الأفرشة وأدوات المطبخ تملأ المكان صباحا ومساءا والدجاجات تتنقل ما بين الخم والغرفة حتى إنها أحيانا كانت طبيض وراء باب البيت كان ابنهما الصغير يعبت بكل ما يصادفه أمامه نبه الجيران السيد علال مرات عديدة لكنه لم يكن يكترط لما يقولون بل كان يضحك بصوت قوي وكانت زوجته تضحك لضحكاته كان كل من زار هذا البيت يخرج منه متدمرا ومنزعجا فمنهم من كان يجرؤ على إبداء النصيحة ومنهم من كان يكتم غيطه وينصرف متأففا وفي يوم من الأيام بينما كان الطفل الصغير يلعب بولاعة وجدها قبالته شبة النار وفجأة على صوت من داخل المنزل وبدأنا نسمع صراخا اختلط فيه بقاء الطفل مع قوقعة الدجاجات صرخت نار نار وهرعت نحو المنزل وانتزعت الصغيرة من ألسنة النار من حسن الحظ لم يصب الطفل بأذى بينما كان الجيران يتعاون على إطفاء النيران حضر رجال المطاف قلت للسيد علال وزوجته كم مرة طلبت منكما أن تصنع خزانة ترتب على رفوفها قنينات الغاز والولاعة والآلات الحادة وكل ما يمكن أن يؤذي طفلكما وقالت الجارة فاطمة يا شامة حمدا لله على سلامة طفلك لكن من الآن لا تترك الأشياء الخطيرة في متناول طفلك فمن الممكن أن يعرض طفلك نفسه للجرح وهو يتناول آلة حادة أو يتسمم بأكل ما يلتقطه من الأرض أجابت شامة متأسفة نحمد الله على سلامة ابننا لكن علينا من الآن فصاعدا أن نعمل على وقايته من المخاطر وتجني ببيتنا مثل هذه الحوادث ترجمة نانسي قنقر